النهاردة الأهلي قدام أسوان في حاجة فنية وتكتكية كانت شكلها ملفت النهار بك قراءات التولية اللي الأهلي بيعملها بس بدكة محترمة يعني خد بالك أنه القراءات التولية في العالم عظيمة في مصر أو في القراءة المصرية دايما بيبقى فيها مشاكل كبيرة نسبة النجاح فيها قليل جدا الأهلي تطور جدا في هذا الأمر ده حقيقي النهاردة النسخة الأصلية من مارسل كولر بتعود مرة أخرى للنادي الأهلي بعد مباراة سيئة جدا من مارسل كولر المباراة الهلال النهاردة بيرجع يصح الأخطاء واضح جدا أنه كان مركز ومرتب ومذاكر لأنه أنا كنت شايف أنه ما كانش مذاكر كويس الهلال والهلال فجأة بطريقة أسلوب لعبة النادي الأهلي النهاردة كان بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على الكار العالية في الناحية اليمين والسويتشات اللي كان بتحصل ما بين خالد عبدالفتاح وما بين حسين الشحات والأدوار اللي كانت دايما بتكون لو حسين الشحات دخل جوا عمق الملعب بيتلاقي على طول اللي طالع بره أفشى ودهو ريالك بالحالات فالنادي الأهلي النهاردة كان بيذاكر أسوان كويس جدا جدا وعارف أن أسوان دايما بيلعب على الساكن بول فكان دايما الكورة لما بتتلعب للأجنحة بتوع نادي أسوان الكابتاء عامل رمادي شفنا دي في مرات الزمالك ومباراة الأبرز لنادي أسوان السنة دي أن دايما الكابتاء عامل رمادي بيلعب الكورة العالية والساكن بول الكورة التانية بتنزل ضغط كبير جدا من نادي أسوان عشان يسترجع الكورة عشان هو مش هيقدر يعمل البلد اوب من تحت فالنهاردة بقى النادي اللي قال لي بيعمل الباك لفت أو الباكرة سواء محمد أشرف أو سواء خدع بفتاح يا كريم ممكن يروح لغاية التمنتاشر يمسك الوينج فدي هوريها لك الأول في الحالات الدفاعية بعد كده أقول لك النادي إليها ليقوم أربع حالات بس في الدفاعية أوريك أوريك بالزبط خدع بفتاح هنا في الحالات الدفاعية بص هنا ده نادي أسوان عنده قوت بص خلد عبد الفتاح في هنا يا كريم بص رقم اتنين ومين اللي طلع حاول ياخد الكورة ده محمد أشرف بص زائل لحد فين واللي كان غريب جدا والشكل خدع بفتاح شوف الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو نفس الكلام هنا قوت تاني لنادي أسوان هتشوف بوزقية دي برضو محمد أشرف بص يا كريم رايح لغاية فين يغاطي بيطلع معلوينج في أي حتة هنا برضو الضغط وقوة النادي الأهلي في استرجاع الكورة بص كام واحد من لعيبة النادي الأهلي أربع لعيب أول تاني النادي أسوان هيلعب لأول تاني بص برضو كام لعيب لغاية ما الكورة تروح لمحمد شنا وفي لقطة كمان قبل ما خشتلك على الحالات الهجومية الفريم اللي بعده بص هنا يا كريم برضو عاوز أوريك بص بص محمد أشرف طرع لغاية فين بيسيب أي حاجة عنده وهتلاقي عطول أن الباكر ناحي التاني هو اللي بيخش عشان يعمل التلاتة مع بعض في الحالة الدفاعية عاوز أكلاك بقى على حالات الليجومية النادي الأهلي من الليجواني اللي جات هي ما جاتش من صدفة أو جاتش من وليد صدفة النادي الأهلي في لعب الكورة لا النادي الأهلي من أول المباراة الكريم وهو مركز جدا على أن هو يلعب كورة الكورة دي كانت في الديها تمانية هجي بلي دايما النادي الأهلي المركزية اللي كانت تحصل دايما ما بين حسيني الشحات وما بين محمد مجدي أفشا واللي كان بيقوم بالدور ده حمدي فتحي النهاردة اللي كان بيقوم بالدور ده محمد مجدي أفشا بص personality برضو كورة العالية ناحية اليمين هي ما كملتش آها ولكن دايما كان نادي الأهلي مركز على المنطقة دي شوف برضو الكورة اللي بعدها لما نوصل للجون اللي احرازه و Manay込 مرة أعطاها واحد النهاردة وهنتكلم عليه كتير رائع أكتر رائع. بص برضو هنا محمود متولي كرة عالية برضو فيه. دي ده الهدف اللي جي. عاوز اقف عند الهدف ده الهدف اللي اولغي يا كريم. ليه محمود كهربا هو اللي مش مهاجم من نادي الاهلي بيلعب احسن من مهاجمين النادي الاهلي. بص كريم هنا الكرة العالية اللي تلعبت. نرجع بس للحلم الاول. بص كريم. هنا خالد عبد فتاح موجود. محمود متولي. خالد عبد فتاح بيحاول ياخد الراجل معاه. عشان اللي بيزوق ان يكون حسين الشحات. الكرة بتتلاقب. بص يا كريم مين موجود هنا ناحية اللي مين? افشا. مين اللي دخل مكان افشا? حسين الشحات. فمين اللي بقى وينج رايت? افشا. بص بقى الكهربا اول ما تلعبت الكرة. بص يا كريم على تحرك كهربا عشكا بقول لك ليه كهربا اللي مش مهاجم بيلعب احسن من مهاجمين النادي الاهلي. بص كهربا سلم كرة. بص بص كريم بص كريم هيجري على البعيدة على طول قراره واخده. كهربا لعيب زكي جدا جدا. ممكن تكون مقاوماته كلعيب كرة. مش فرود. مش قوي بدنيا. ده رشيط هياخد الكرة تيكوف. ولكن بيلعب بدماغه بزكاء كبير جدا جدا. وده اللي شفناه في الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في الكرة الاولية. شوف برضو الكرة دي يا كريم. هنا اه محمد عشرف عاوز اه بيلعب الكرة. هنا نشوف اه احمد عبدالقادر اه الكرة دي هترجع. ده هنا كرة تتلائم بزبط كرة عالية كريم. والنادي الاهلي كان مصمم على الكرة عالية يوم الله. اول قرار على طول الكرة العرضية للنادي الاهلي دايمين على حتة اليمين. عشان في المشكلة دايمان ان علي اسمه علي بتاعلي فتحي. عنده مشكلة دايما ان هو بباش عنده مساندة. وكان دايما خالد عبد الفتاح ماسك احمد عبد الرحمن اللي هو اه اللي بيلعب اللي اتغير عطول اضاع ضربة الجزاء النهاردة من انت. عاوز بس اوليك الهدف اللي جي للنادي الاهلي. نكمل الحالة. بورده كريم برضو بص. محمد اشرف. عاوز اوليك هنا كورة مهمة جدا جدا. بص على خالد عبد الفتاح. واحدة واحدة يا كريم بص الركز. بص خالد الفتاح داخل فين? مين اللي تلع برا? عسين الشاحات. مم. نكمل بقى الكورة. اللغباطة اللي عملها خالد عبد الفتاح. كورة هناك هاول تتعامل مورة العطيق. خالد عبد الفتاح رجع تاني. اللغباطة اللي عملها دي خلت مين لوحده? حسين الشاحات لما خالد عبد الفتاح. هتلاقي بص يا كريم. محمد مجدي افشا هنا بيستلم. بطلع حسين الشاحات معينة في في الهنا بيتلاقي كورة عرضية كانتها دي جواهن. فدايما بيبقى في ما بين محمد مجدي افشا وما بين حسيني الشاحات فتلاقي دايما مرة حسيني الشاحات تلعب الاوفر ومرة محمد مجدي افشا اللي بيلعب الاوفر عظيم جدا